اهلا فيكم بحلقة جديدة من عربية انبوكسنج هايدي حلقة من ضمن السلسلة اللي بلشناها وين نحكيكم منعرفكم نعمل انبوكسنج سبشل لأبليكيشنز وين بيخد ثيم واحد بعرض عليكم خمسة أبليكيشنز بينعازوا وكتير حلو استعمالون اليوم بدي احكيكم عن أبليكيشنز خاصة بالأمانة بالسكوريتي وبالبرايباسي الخصوصية اللي بتساعدكن فيكن تنزلها على التليفونكن وتحميكن اونلاين اما بتعطيكن خصوصية زيادة بقى قبل ما بلش بشكركم انكم هون معي عم تحضروني ما تنسوا تعملوا سبسكرايب هون اذا بتحبوا كل شي كمان خاصة أبليكيشنز من هلا قريح متل ما شفتو عم نعرض عليكم من وقت لوقت حلقات بروح انا بجرب كل الأبليكيشنز وبجيب أحسن أبليكيشنز بثيم واحد وبعرضهم عليكم بقى بلا ما نتخر خليني يبلش هالحلقة مع أول أبليكيشنز أول أبليكيشن اليوم بدي احكيكن عنا اسمه فوتو فولت فوتو فولت أبليكيشن بتخليكن تحافظوا على صور أما أفليم بطريقة مشفرة جوية التليفون يعني حتى إذا ضاع التليفون مش مين ما كان في فوت ويشوف هالصور أما أفليم بطريقة مشفرة جوية التليفون أما هالأفليم تبعكم فوتو فولت عندها كذا أبليكيشنز تختلف عن غير الأبليكيشنز عادة للناس بيستعملوها أما الموجودة اللي هي بتساعد على حفاظة الأفليم أما الصور خليني فرجيكم عنهم وقتا بفوت على فوتو فولت هون بتشوفوا ضغري بيطلب مني باس كود بقى أنا هحط باس كود أربعة ثلاثة اثنين واحد هيدا كنت حطه قبل وحيفتح لي الألبومات تبعي مين ألبوم فيك ألبوم مع صورة هون الأفاتر تبعي وعلى كل حال يعني في واحد يعمل كذا ألبوم بيكتبهم بزيد ألبوم فينا نحط باس كود جوية الألبوم يعني مش بس بدنا الكود تنفوت على الأبليكيشن بس فينا جوية الأبليكيشن يكون في كذا فولدر كل واحد عنده باس كود تبعه فينا نعمل إمبورت من الكاميرا يعني فينا الفوتو لايبوري أما من الكاميرا فينا ناخد صور ضغري نسيفهم جوية الأبليكيشن وكمان عندها برايفيت ويب براوزر لهون كل شي عادة واحد بيقول اوكي منيحة انه في فولدر كمان مشفر جوية الأبليكيشن كل شي عادة بس واحد اول شغلة الحلوة كتير بها الأبليكيشن هو انه ايام واحد فحبته صاحبة جوزه شو ما كان واحد في يجبركم تفتحوا هيدا الفولدر يقول عندك فولدر في صور نخبية عني بدي شوفهم بقى وقته منفوت عليه منحط الباس كود بيفوت بس الحلوة بهالأبليكيشن انه فينا نبرمجة انه يكون في اتنين باس كود اذا حطينا اول باس كود بيفتح فولدر واحد بس اذا حطينا تاني باس كود بيفتح فولدر تاني وما حدا معقول يعرف انه هيدا الابليكيشن بتوصل على محلين بقى هون حارجع افتحها ومحل ما حط اربعة ثلاثة اتنين واحد حاوحد واحد اتنين ثلاثة اربعة لهو الكود التاني وشفنا هون انه فتح لي ابليكيشن كومبليتلي جديدة يعني ادي خويت انه اذا حدا قال لكم انه لأ بدك تفتحها بدك تفتحها مجبور بحط كود والخي فتحتها وبيفرجي قصص بكل واحد احاطت قصص ما فيه كتير اهمية وبيقولها فتحتها شفت بس الصور اللي عنجد اما الافلام اما الدوكيمونس اللي عنجد بدنا نحافظ عليهم بيكونوا بتاني فولدر الشغلة كمان الكتير حلوية والعنجد الفضيعة يعني دجا اخويت انه بيكفي انه فينا نخبي فينا نحط صور وازا حدا جبرنا نفتحها فينا نفتح وما حدا المعقول يعرف انه في كود اما اثنين كود ما حدا المعقول يعرف الشغلة الحلوية كتير فيها انه في عنده شي اسمه براكين ريبورت يعني كل ما حدا نجرب يفوت على الابليكيشن اذا كان على الديكوي فولدر اما على الفولدر المزبوط طبعنا اما اذا حتينا كود غلط هتاخد صورة براكين ريبورت هون منشوف ستأخذ صورة وتقلنا أي ساعة والدات اللي حدا جرى بيفوت يعني هايدي أنا وقت عم بفوت على الديكوي فولدر هايدي بعدين رجعت فواتد كود غلط بيقلي فايلد لوجين وبياخد كمان الصورة وكوريكت لوجين على الفولدر المزبوط طبعي واخد الصورة بقى هايدي اوبشن عن جد كتير كتير يوسفل مع هالأبليكيشن بقى شفنا انه هالأبليكيشن عن جد بتنعاز بكزا ناحية وكمان بتلاقوها على اندرويد وعلى ايفون اللينكات بالديسكيبشن وهلأ خليني قطع على تاني أبليكيشن تاني أبليكيشن بدي احكيكن عنا اليوم بالبرايفيسي أب اسمة انونيموس كاميرا انونيموس كاميرا شو بتعمل متل ما قلنا انونيموس كاميرا بتاخد صور يعني ايام بدنا ناخد صور وما بدنا فرجي وجه الناس لما منقوم بشي مظاهرة بدا ناخد صورة عن مظاهرة بس ما فينا نفرجي وجه كل الناس الموجودين هيدي الابليكيشن لحاله هتخبي وجه الناس دغري الابليكيشن هتحلل بالصورة شو وجه شخص وشو مش وجه وهتعمل بلورينج افاكت اما في كذا افاكتين منهم وتخبي الوجيه احلى من هيك كمان هتشيل كل الميتا دايتا من الصورة يعني ما هيكون فيه تايم ستامب على الصورة وما هيكون فيه لوكيشن وما بتسيف الوريجين الفوتو بس بتسيف البلورد فوتو يعني انه دغري واحد بده يعمل بوستنج للصورة اوتوماتيكلي فيه يعمل بوستنج وما يعطي الهم انه هيكون فيه ولا تايم ستامب ولا دايت ولا لوكيشن ولا وجه الناس هون حطيتها على بلور انا وفينا نشوف انه دغري شي ما رفعت على وجه هون عملت بلور واذا بدي اعمل تاست هلا ابرمها عم مصطفى ماسك الكاميرا بعمل هيك دغري ببرم صوب مصطفى ودغري بشوف انه عمل بلورينج وناخد الصورة طبعنا واخدنا الصورة ودغري سيبتها وصار عنا صورة بلورد مع ولا اي شي بفرج منه ولا اي متا داتا موجود احلى من هيك كمان اذا بدنا نتصور كمان فيديو فيها تصور فيديو وفي عندها سبلت سكين مود اللي هو اذا ايام واحد بده يصور حاله عم بيحكي مع حدا اذا صحافي بده يعمل مؤابلة مع حدا بس مايفرجع عنه وجه الابليكيشن حتقص السكرين بالنص وبس تعمل بلورينج تخبي وجه واحد من الاشخاص وكمان بعد شغلة زيادة حتعمل ديستورشن للفويس اذا واحد بده يصور حدا هو عم بيحكي بقى مش بس حتخبي له وجه بس كمان حتغير له صوته تمين عرف ولا من وجه ولا من صوته يعني قدي خويت هايدي كبرايفسي ااب عن جد فاضيحة وهلا عم بصور حاله انا وعم بستعمل الوديو ديستورت وكمان الفيس بلور بقى مبدئيا هايدي حتتصيف وما حدا يعرف صوته هاي تنشوف يعني عن جد لو من الطائية والباكراون بركي ما حدا كيعرفني يعني وهيدي متل ما منشوف صيفة الفيديو متل ما هي ما بتصيف على كل حال بقى ما فيه اي ريسك يكون فيه شغلة ما بدنا نفرجيها تتصيف بالغلط على التليفون وبس شغلة للانونيموس كاميرا كمان حتتلكون لينك بس لا هلا بس بس افيلبل للايفون يعني جامعة الاندرويد ما عندهم اكسس عليها بس عم بيشتغلوا على الديفلوب منت انه عن قريبه مفروض هايدي بعدها نازلة مش من زمان ابدا تكون موجود كمان لجامعة الاندرويد وقتها بتكون بعدي لانا الديسكريبشن وبزيد اللينك كمان للا بلا ما نتأخر خينا نقطع على ثلاث افليكيشن طبعا ثلاث افليكيشن بدي احكيكم اليوم عنا خاصة بالايميل مش كايميل كلاينت تعرفوا كتير ايام اليوم شو ما بدنا نعمل على الانترنت على الانلاين بدنا نتسجل بيقولوا معنا افتحوا حساب وشو الايميل ادرس تبعكم وحنبعط لكم لينك على الايميل ادرس بس نعمل كنفرميشن للتسجيل وبالاخر نعرف شو بيصير بنكون حطين الايميل ادرس تبعنا لمئة الف شغلة وبيصير يجينا دعايات وسبام والله عليم شو بيجي بيكون كتير ناس عندهم الايميل تبعنا وبيصير هيدا بيعرضنا لخطر لازعاج طبعا دعايات ولخطر طبعا اذا حدا بدو يبعط ايميليت فيهم فيروس او ما شو ما كان مع هالابليكيشن اللي اسمه تمب ميل وافيليبل للآيفون وللاندرويد متل ما اسمه بيقول بتعطيكم تمبراري ايميل ادرس يعني بتفتحوا وبتعطيكم ايميل ادرس بتضل شغالة على عشر دقايق يعني انا هون بشوف عندي ايميل ادرس ما مهم شو ما كان hmlof44461 at mycommonbox.com اذا بدي يغيرها بطلب change بيغير لي اياها بس مهم انه انا بفوت وقتا بدي اتسجل اما اعمل سبسكريبشن اما اقرأ ايام ارتكال انلاين احضر فيلم بيقولولي انتسجل حنبعط لك لينك بحط هيدا الايميل ادرس وبرجع بفوت على الامبوكس تبعي بعد ديئة وطب بيبعطولنا الايميل بفوت لهون بعمل confirm لانه عادة بس هيدا بتنطلب مرة وخلص ببا بكون نعيز اعمل interaction مع هالويبسايت بس بالقليلة ما بيكون عندهم الامبوكس تبعي بقى هيدا كتير مهمة وبستعملها دايما شي ما حدا يكون سايت بيطلب مني الامبوكس لمره بس ساعدت لك لينك لنتاكد انه انت وبابا عيشو بفوت لهون بطلب ادرس ايميل جديد جديدة بعطيهم ايها بيجيني اللينك بكبص عليه وخلصنا وما حدا عنده الايميل ادرس تبعي الشخصية ما بيجيني دعايات ما بيجيني سبام ما بيجيني فيروس بيكون هيدا كله فضيع الادبانتج طبع هالأبليكيشن اكيد اتس فري تويوز موجودة على الايفون واندرود متل ما انا بس فينا نشتري بريميوم فيرجون لي هي بيصير يسمح لكم تعملوا الامبوكس لالامبوكس بطريقة اسرع وبيسمح لكم واحد يخلي كذا ايميل ادرس متل ما شايفين هون اذا لا الفري برجون بس واحدة ايميل ادرس اذا منغيرها بتنمحها القديمة دغري هيدا هون بيخلي هون بس هيدا بس الشغلة الوحيدة اللي بتربحوها مع البيت برجون بس كفري عن جد فضيعة بتستعمل بتنعاز كل يوم اما بالاحرى كل كم يوم يعني وانا بنصحكم فيها لانه عن جد فضيعة خلينا قطع هلا على رابع ابليكيشن طبعنا اليوم رابع ابليكيشن بدي احكيكم عنا اليوم هي ميسجنج ااب اسمه سيجنل في كتير ميسجنج اابس في كتير ميسجنج اابس بيعطوكم انه في انكريبشن انتو اند وكل شيء اللي اكتر واحدة الناس بتستعملها هي واتساب بس واتساب برضو في ناس فيهون يتسمحون عليكم سيجنل اوبن سورس اوبن سورس شو يعني يعني اوبن سورس كل الناس فيها تعمل اوديت لالكود طبعه وفيها تشوف انه ما فيها اختراقات ولليوم سيجنل هي اقمن ميسجنج ااب موجودة على السوق كمان الحلو فيها انه اول شيء بباليش وموجودة على اندرويد على ايفون بس كمان على ماك وعلى البيسي في واحد ينزلها على الديسطوب على اللابتوب طبعه بتخلينا نعمل فيديو كولز بتخلينا نحول بتخلينا نعمل فيديو كولز هيدا كله بطريقة مشفرة انتو اند يعني مشفرة انتو اند يعني من التليفون اول الشخص اللي عم بيستعملو لا تليفون تاني عم بيستعملو ما حدا في يقرأ يسمع شو عم بينحكى وشو عم بينقال الشغلة كمان حلو كتير بالمساجات غير انه في تشفير انه خلينا نقول بدي ابعت مساج انا هون لمصطفى بجي بفوت على الحديث مع مصطفى وبتبص هون وفي ينقى شي اسمو ديسابيرينج ميسجز ديسابيرينج ميسجز يعني كنية على انه بنقى بعد قدي وقت هالرسالة اما هالفيديو هالصورة اللي بعضتها لمصطفى حتنمحها من تليفونه ومن تليفوني يعني اذا بنقى انا عشر ثواني يعني ببعث رسالة بعد عشر ثواني حتنمحها من تليفوني وبعد ما مصطفى يقرية يعني مش بعد عشر ثواني دغري شي ما هو يقرية بعد عشر ثواني حتنمحها من عنده كمان يعني هون هفرجيكم بعمل تاست قبل كنت بعطله هلو بس مش حاطيت هاي دي الابشن هلا حطيتها تن ساكنز بقى حيرجع عملله هلو وحيروح المساج وهون حنشوف على الكاونتر حتحسب عشر ثواني على الضبط خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد وحيمحي المساج شفتوا المحة من عنده كأنه من بعض شي وعنده شي ما يشوفه بعد عشر ثواني كمان حينمحها بقى سجنل أبليكيشن كتير ضرورية تواحد يحافظ على الأمان الخصوصية وطبعه وطبع مراسلاته مع الناس اللي كانوا حتى صوتية على الفيديو أما كتابية وبنصحكم فيها كمان هحطت لكم اللينك وين فيكم تعملوها دانلود وخليني هلا اقطع على اخر أبليكيشن معنا اليوم اخر أبليكيشن اليوم هي أبليكيشن يعني كل الناس بسمع عنا بس ضروري انه بهالأول حلقة عن أبليكيشن عالسيكوريتي وبرايفسي حكيكم عنا هي أبليكيشن في بيان وانا نقيت فريدوم فريدوم ليهو في بيان يعني فريدوم نتورك كناية عن أبليكيشن بتخلينا نغير الإي بي أدريس أما الوجود طبع التليفون طبعنا على الانترنت ليه بتنعاز لأنه ايام في بلاد بيكونوا بيقطعوا أما بيمنعوا كم شغلة موجودة انت واحد يوصل عليهم على الانترنت مع البيان بيصير كأنه إذا أنا قاعد في لبنان كأنو الانترنت بيكون مفكر حالي قاعد هون حط توكيو بس فيه غيره في حط أمريكا في حط فرنسا في حط إيطاليا يعني في حط كذا كذا نوع يعني في نقية كذا لوكيشن وين أنا اطلع منهم على الانترنت ليه مهم البيان اليوم أول شي البيان يعني بيخلينا نشفر كل شي عم نعمله على الانترنت لأنه البيان الوحيد يكون يعمل مثل طنل بيننا وبين الانترنت وين يجعل ما حدا يستطيع رائب ماذا نعمل يعني ايام يكون الناس يريد رائب ويشوف وين يذهب وماذا يعمل مع الوحيد يحمينا من كل هذا ويحمي الـ IP address اكتر من هيك الوحيد مهم لانه ايام كتير من فوت نحن على الانترنت على الواي فاي بمحلات ببليك منكون بالقهوة منكون بالمطعم بالمطار ومنفوت على الواي فاي ويش نحن عملينه مش واي فاي البيت مش واي فاي محمي بقى اذا منكون نستعمل الـ VPN هيدا بيعطينا حماية لير حماية زيادة وقتا منكون على الواي فاي تا يحمي كل شي عم نعملو نحنا انلاين ويحمي معداتنا اما كمبيوتراتنا اما تليفوناتنا فريدوم موجود للا اكيد اندرويد ايفون واكيد كمان للا ماك وللا بي سي فينا نعملو التنزيل منو بلاش الـ VPN هيدا سورفيس واحد لازم يدفعو بس فريدوم لقيت انا احسن واحد وارخص واحد احسن واحد لانو بيعطينا تشويسز على كتير لوكيشن بالعالم النقية وتاني شغلي لانو منو غالي تقريبا بيكلف تسعة دولار تسعة دولار ونصف بالسنة على الديفايس يعني تسعة دولار بالسنة بيطلع اقل من دولار بالشهر عن جد تيكون عنا اكسس لكل هاللوكيشنز ولهالأكسترا لير حماية وقتا منكون على الانترنت انا بنصحكم دايما وقتا بتكونوا على واي فاي ببليك اما بتكونوا بمحلات ببليك عمومية ما نكون متأكدين من الحماية كيف عم تقطع الداتا تروحوا تجي تكونوا تستعملوا الفي بي ان لتحموا حالكم زيادة خلصت اليوم الحلقة طبع خمس احسابات للبرايفيسي ان سيكورتي ان شاء الله يكونوا عجبوكن كنت لقصص تعملوها داونلود يعني تستفيدوا منها عكل حال كل اللينكات موجودين بالدسكريبشن ومارسي كتير لانه حضرتوا الحلقة بليز عملوا سبسكرايب هيك ما بقت روحوا ولا حلقة وبالأحرى اذا عجبوكن هالحلقات الجديد تبع الابليكيشن الابليكيشنز وبشوفكن بحلقة الجديد من ارابيا حنطق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة